في سياق الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن للاتحاد الأوروبي لبحث مستقبل سوريا والمنطقة ودعم السوريين والدول الموضيفة للاجئين تعاهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.17 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم لم تتوفر بعد المسؤول الأوروبي أكد أن الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين لم تتوفر بعد محملاً الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية عدم قدرة اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم ودعا دول الجوار التي تصدف اللاجئين للالتزام بالقانون الدولي رافضاً عملية الترحيل القسري بوريل أضاف أنه بالرغم من الافتقار إلى أي تقدم بالآوينة الأخيرة في سوريا فإنه يجب منضعافة الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي من جهته قال وزير الخارجي الأردني أيمن الصفضي في تصريحات صحفية قبيل انطلاق مؤتمر بروكسل إن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة الوزير الأردني أشار إلى أن قضية اللاجئين لا يمكن أن تحل إلا بعودتهم إلى بلدهم بعد تهيئة ظروف الملائمة لعودتهم طوعاً وفق تعبيره من جانبها دعت منظمة العفو الدولية لحكومات المانحة وخصوصاً الاتحاد الأوربي للالتزام بحماية اللاجئين السوريين في لبنان وضمان أن لا تساهم أي أموال يتم التعاهد بها لدعم اللاجئين بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا المنظمة الدولية اعتبرت أن الدعم المالي الأوربي للبنان شجع السلطات اللبنانية على تكثيف ما أسمتها حملتها القاسية التي تستهدف اللاجئين بخطاب الكراهية والترحيل القسري والتدابير الخانقة مطالبة بالضغط على بيروت لوقف حملة القمع ضد السوريين مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي جزء آمن في سوريا لعودة اللاجئين ترجمة نانسي قنقر